موسيقى مشاهدي قناة الحياة الأحباء سلام المسيح من قلوبكم نحن معكم في حلقات جديدة ومسجلة من برنامج الدليل كلمة السلام في الكتاب المقدس لا حصر لها والكتاب المقدس بيعلمنا عن الرب الإله أنه صانع السلام رئيس السلام ملك السلام وهو معطي السلام ولأن الله هو رئيس السلام وصانعه فأعطانا وصايا كثيرة خاصة بالسلام مع النفس والسلام مع الآخرين لكن الشيء الملفت للانتباه بخصوص السلام في الكتاب المقدس هو المكانة التي يمكن أن يوصلها الإنسان صانع السلام أن يكون ابن للرب الإله وده بنسمع بلسان الرب يسوع طوبة لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون ده طبعا لأن أبوهم السماو هو صانع السلام فعلى ابن الله أنه يكون زي أبو فيصنع السلام أما رسول الإسلام وكما تعودناه دائما عنده رأي مختلف ومخالف للكتاب المقدس حتى في أبسط التعاملات الإنسانية وأبسط احتياجات الإنسان أن يكون في سلام مع الآخرين خلونا نشوف عنوان حلقتنا النهاردة محمد يلزم المسلمين مخالفة أهل الكتاب في سلامهم بنرحب بوحيد وبنبدأ نشوف موضوعنا أهلا بك وحيد أهلا فدواء وأهلا بكل الأحباء المشاهدين في كل مكان الرب يبارك حياة الجميع طيب لا تتشبهوا بأهل الكتاب خالفوا أهل الكتاب في عدة حلقات سابقة شفنا الموضوع ده الجمل التي تكررت كثير خالفوا ولا تتشبهوا ممكن في بعض الموضوعات يعني فيه احتمال أن نفهم الحاجات دي ونعديها لكن بالنسبة للسلام اللي هو يعني أبسط احتياجات الإنسان أنه يكون فيه سلام بينه وبين الآخرين كيف نفهم نفسية رسول الإسلام تعاليم رسول الإسلام ذهنية رسول الإسلام في أنه لا خالفوا في السلام ما تسلموش زيهم أو ما تعملوش زيهم كيف نفهم الكلام ده اللي بيأكده عنوان حلقتنا في الإسبوع السابق عقدة في نفس محمد اسمها اليهود وهنا بيضاف إليها طبعا المسيحيين أهل الكتاب نعم الفكرة في قضية السلام أنه ألف شيء غير موجود ألسقوا أسقطوا أسقطوا بأهل الكتاب وهو لا وجود له وبعد كده قال لهم لا تتشبهوا بأهل الكتاب هو طريقة سلامهم كذا وطريقة سلامهم كذا ففي جزئيتين هنا الجزئية الأولى أنه أسقط شيئا لا وجود له هذا اللي سنشوفه بعد شوية الأمر الثاني بعد أن أسقط هذا الكلام وخلعه على أهل الكتاب قال لهم لا تتشبهوا بأهل الكتاب مع أنه أهل الكتاب دول أهل السلام زي ما ذكرت أنت في المقدمة ما معنى السلام أنا لما أسلم على شخص وأقول له سلام لك أو زي ما في الإسلام سلام عليك يعني ما الذي أقصده أقصده أني أتمنى وأنا أقابلك اليوم أن يكون عندك سلام ويكون باقي يومك سلام هذا هو المقصود فقط وهي تحية اللقاء بين البشر وهذه التحية بين البشر وبين الأعرف ما هي ليس لها طريقة واحدة كل ثقافات الدنيا طريقة السلام تختلف باختلاف الثقافات ومع ذلك لا نزكي طريقة على الأخرى المهم القلب وأنا أسلم عليك أنا أتمنى أن تكون أنت في سلام وتعيش في سلام كل هذا يعني ذات جل الموضوع أنت من بعيد أنت من قريب المهم أني أنا بحييك ومن قلبي أرجو لك السلام هذا هو المفهوم الكامل والعام لمفهوم السلام أني أطلب لك سلام لأنني أقول لشخص سلام لك سلام عليك أنا أطلب لك أن يكون عليك سلام من الذي يعطي السلام رب السلام زي ما تذكرت يبقى هو طلب للشخص طلب دعاء أنا أدعو أن تكون أنت في سلام ويكون يومك فيه سلام ما المشكلة أنك أنت تسلم بطريقة أو بأخرى ما هي ثقافات العالم فيها طرق مختلفة فإنت جيت عند اليهود والمسيحيين تحديدا لا تتشبه بهم ما سمعناه بيقول لا تتشبه بالوسنيين مثلا لا تتشبه بكفار قريش في السلام فإن سلامهم كذا وكذا لا ركز على المسيحيين هذا هو الرعب هذه العقدة التي في نفس محمد حتى في السلام أبسط القيم الإنسانية البسيطة في موضوع السلام صحيح طيب أنت ونت بتتكلم بتتكلم عن أنه الطريقة يعني هل هي مش عايزهم يتشبهوا بالطريقة ولا بكلمات ولا عموما السلام دور الأهل السلام أنتوا يكونوا العكس الطريقة شملت اللفظ طريقة التي يتكلم عنها رسول الإسلام شملت اللفظ فهو لا طريقة ولا ألفاظ بعد أن شوها أهل الكتاب وهذا كذب أهل الكتاب إحنا أهل السلام إحنا إحنا اللي عندنا في كتبنا المقدسة السلام نعم صحيح الله حينما يرسل الملاك الملاك يسلم سلام لك أيها الممتلئة نعم مثلا نعم سلام لك يا زكريا سلام لك يا زكريا مثلا الله يعني هذا لا تخف لأن الموقف ظهور ملاك رهبة فيعطي سلام صحيح هذا هو المفهوم نعم وليس مجرد تحية التحية بالدعاء ده مفهوم السلام العام أنا أحييك داعيا لك أن تكون في سلام نعم طبعا ده مفهوم غير موجود في الإسلام أن هذا دعاء يعني لكن هذا دي الحقيقة أنا حينما أسلم عليك أسلم داعيا لك بالسلام ليس مجرد تحية السلام عليكم نعم ما معنى السلام يعني أنا أقول لك إزايك لا أنا أدعو لك أن يكون سلام عليك ما هي تبقى مشكلة أكبر لو هي كانت دعاء وانت بتحرم ناس منه لا ما تسلموش على دول ما تعملوش على دول فأنت إذن دي أسوأ طبعا هي كده هي أسوأ لأنه لا يجب أن يكون حتى الكفار طبعا على رأسهم أهل الكتاب يعني أنك أنت كمان زي ما عنده حديث ستعرض له بعد شوية برضو في موضوع السلام تعامل خاص مع أهل الكتاب لن أقوله الآن طيب خلينا نبدأ عشان نشوف إيه الحاصل أبدأ أولا بحديث رواه جد عمرو بن شعيب حدث به الألباني في صحيح الترغيب خلاصة حكم المحدث حسن ليس منا من تشبه بغيرنا شوف لدرجة إيه يعني الترهيب لدرجة إنك أنت ممكن تكون مش مسلم ليس منا من تشبه بغيرنا ثم يقول لا تشبه باليهود ولا النصارى ثم يحدد شيء بعينه فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع وإن تسليم النصارى بالأكف دي كذبة يعني هل اليهودي بيسلم كده بيسلم كده بالصابع وبعدين النصارى كده بالأكف ده هكذا خلاص إحنا بنعمل كده ما بنقول أي كلام ده معنا الكلام لأنهم بعد شوية شيء حيفرقوا بين الإشارة مع اللفظ فإن كان الإشارة مع اللفظ ما فيش مشكلة ده بالنسبة لهم أيوة طب هو إحنا ما بنلفظ يعني هل أنت دلوقت يا مسلم عشان تعرف الكذبة أنت عايش مع مسيحيين وفيكم من عايش مع يهود ما بيتكلموا بس كده ما بيحيوك أي تحية ما مثلا جود مورنين دي اللي هو أرجو لك صباحا طيبا ما هي كده صباح الخير يعني أنا أرجو لك صباحا طيبا أتمنى لك صباحا طيب ما بيقوله ما بيتكلمه في كل لغات العالم لا يوجد كلام إلا بس في الإسلام هذه السرقة بدون احتراف يعني حرامي بس مش زكي مش عايزة أقول كلمة تاني حرامي مش زكي لأنه هذا لما تجي تتهم أهل السلام يعني المسيح له كل المجد اللي بتكلموا بالدين وصية طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون إحنا بتوعي السلام ما بنلفظ السلام يجي يكذب هنا ويقول لا تشبه بغيرنا ليس منا فإن ما تشبهوا باليهود ولا النصارى فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع وتسليم النصارى بالأكف ما بيلفظوا كلام يعني الشالوم دي بالضبط بالضبط صح الشالوم اللي أنتوا سمعتوها قبل ما يكون في إسلام في جزيرة العرب ما كان اليهود بيقولوا شعلهم قالوا واو شوف المسلمين بيسلموا خلينا نقلد المسلمين والمسيحين قالوا إيه دا إيه الدين الجديد دا شوف الناس دا بيقولوا السلام عليكم نحن لازم نتعلم كلمة السلام هؤلاء الوسانيين الذين كانوا ومزالوا وسانيين والذين أخذوا وسرقوا من أهل الكتاب يدعون أن هذا الأمر خاص بهم هما دا الكلام هنا دا الوقت نحن إشارة إيه وأكف إيه كله تأليف كله أكاذيب كله يساوي تعلم كيف تكره بس حسد حقد على أهل الكتاب لا إحنا بنسلم بالطريقة دي ولا لا اليهود ولا المسيحين ولا يجب أن يكون رسول الإسلام إلى هذا الحد زي ما أنت ذكرت برضو من شوية التحكم وعايز الناس ما تطلع من هذا الإطار بس خليكم هنا ما تتشبهوا بهم تشبهوا إيه دا أنت ليك الشرف لو زي ما أخذت أشياء كثيرة تعلمت أشياء كثيرة من أهل الكتاب لك الشرف أنك أنت تسلم زي أهل الكتاب سلام ليس مجرد كلام سلام من القلب من الضمير وأنا بسلم عليك ليس كما يقال في دينك الإسلامي العنصري فإنا لنكشر في وجه قوم وقلوبنا تلعنهم يعني سلم واتحك بس قلبك بيكرهه مش دا إسلامكم دا سلامكم لما بتكون أنت بتمارس التقية وده قرآن سورة آل عمران دا الإسلام أنت النهاردة عندك كل هذه العنصرية وجايت تتكلم يقول لا تشبه بها للكتاب صراحة يعني هذا من العار بما يعني يكفي أن الواحد يكتشف يعني هذه الأمور في الإسلام كل ما يقرأ يكتشف أمور غريبة في الإسلام الراوي جد عمرو بن شعيب حدث به بالحجر العسقلانة في تخريج مشكات المصابيح وخلاصة حكم المحدث حسن وحدث به الألباني في صحيح الترغيب حسن وحدث الألباني في السلسلة الصحيحة قوي بالطرق يقول ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبه باليهود والنصارى فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع وتسليم النصارى الإشارة بالأكفي الفكرة دي أو الأحاديث دي أنا حابب أوثق من الشيوخ هم بيتكلموا على منابرهم بيتكلموا للمسلمين نفس هذا الكلام الذي قيل بحقد وكراهية قبل 1400 سنة ما زال يتغذى به المسلم حتى اليوم والغريب والغريب جدا أن المسلم الذي يعيش في هذا القرن يرفع سماعة التلفون يسأل الشيخ يقول لي أسلم إزاي شيء في منتهى الغرابة هؤلاء الناس حصروا ليعيشوا داخل الأرض ولكن وكأنهم في كوكب آخر غير كوكب الأرض ما شافوا حضارات أخرى ما شافوا ثقافات أخرى لم يتطلعوا أن هناك ثقافات أخرى وطريقة سلام أخرى في العالم محترمة ومبجلة وأكثر احتراما من التي في الإسلام أكثر احتراما من التي أيضا في المسيحية ولا اليهودية السلام في الهند الإنسان الذي ينحني ولا في اليابان وغيره بهذه الإنحناء والتكريم للآخر هذا شيء رائع جدا وهو زمان ما كان في الكتاب المقدس يورينا كيف كان تعاملات رجال الله كيف كانوا ينحنوا ينحنوا وكانوا يسجدوا يعني عقوب سجد لأخو عيسى وسليمان سجد لأمه كلها كانت تحية إبراهيم سجد لبني حس فإذن ده موجود في الكتاب المقدس لكن السرقة ثم محاولة فاشلة للاحتكار خلينا نسمع الشيخ في فيديو رقم واحد وهو يعني في رعب من اليهود والنصارى لا تتشبه بالسلام ثم يمارس الأكاذيب التي علمها رسول الإسلام لأدبعه نشوف فيديو رقم واحد ونرجع ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى فإن تسليمهم بالأكف والرؤوس والإشارة أخراجه والنسائي بسند جيد أريد شرح لهذا الحديث ما معنى شخص وكيف يعني يكون التسليم لو قرنا بلفظ السلام هل يخرج من نهي أم لا بالنسبة لحديث لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى نهى عن التشبه باليهود والنصارى بالسلام قال لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى فإن تسليمهم إشارة بالأكف والإشارة طبعا هذا الحديث لا هو شواهد مثلا ليس مننا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع والتسليم النصارى الإشارة بالأكف طيب هذه مسألة نسلم كذا بالإشارة فقط أو كذا أو كذا أو كذا أو كذا بالإشارة لا طيب بالرأس كذا أيضا لا طيب لو احتجنا للإشارة بمعنى الرجل بعيد أنا أريد أن أسلم عليه لكن أخشى ما يسمعني فأجمع بين السلام والإشارة فأقول السلام عليكم لا مانع أما انسلم بالإشارة دون لفظ ولا حاجة ما هو مثل الآخر فلا هذا تشبه باليهود والنصارى شيء هجيب جدا يعني أنتم دلوقتي متابعين مثلا برنامج الدليل حوالي 8 سنوات شفتونا مرة جينا في بداية الحلقة عملنا لكم كذا من غير ما نسلم عليكم ما بتسمعوا فدوى بتسلم عليكم سلام المسيحي يملأ قلوبكم ويشمل قلوبكم ما بنتكلم ما بنسلم هذه الأكاذيب إلى متى تمارسونها هؤلاء شيوخ الظلام ولكن هؤلاء الشيوخ ورسوا هذه التعليم من رسول الإسلام نفسه وبالتالي هم في ورطة كبيرة من ناحية فيها ما يكفي من العنصرية تجاه البشر ومن ناحية أخرى ما قدرين يتسرروا حيعملوا إيه كيف يعني يعلمون يعلمون غيرها فيخالفونا الإسلام ويخالفون رسول الإسلام الورطة كبيرة جدا لكن الأكاذيب أكبر ومفضوحة مكشوفة احنا برضو بنسلم كده بالأكوف ما بنقول السلام لكم فضيحة كبيرة بصراحة حتى الشخص البعيد يعني حتى إحنا لما بنقابل أي حد بعيد حتى وإحنا بنرفع إيدنا للبعيد لأنه أنت لما حد قابله هتسلم طبعا لكن البعيد اللي هم مش هيسمعك تلقائيا الكلمة بتتجار طبعا تلقائيا بدون أي مجهود الواحد بيبزنه مع السلام من بعيد هتطلع كلمة السلام ده كلامك صحيح افتراض أنه هو بعيد وأنا ما لفظت هي بتطلع صراحة حتى لو هو بعيد صحيح ما طلعت ما قلت سلام الله رافضة نعم يرفض هذا الدعاء أنه أنا أرجو لك سلام حتى ولو من بعيد هذا الإله المعتوه بس الإله الوهمي الذي لا وجود له الذي أنتجه رسول الإسلام وهو غير موجود اللي عنده حورياته عنده جنفية جنسه عنده عنده ده إله وهمي أوعد صدق وأوعد تركن حياتك وأبديتك على هذا الإله صدقني ستندم يوم لا ينفع الندم لازم تتعامل مع ما تسمع الآن بحكمة صلي وربنا يرشدك اللي سمعناه هذا الشيخ المنجد خلينا نسمع الشيخ زايد عفوا زيد بن مصفر هو يتكلم عن برضو طريقة أخرى للسلام متهمين بها نحن وكلها أكاذيب في أكاذيب خلينا نسوح فيديو رقم اثنين ونرجع مرة أخرى إذا كان الإنسان مشغولا فيشير بيده كما جاءت بذلك السنة مع النطق باللسان مع النطق باللسان ولذلك جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر على نسوة فأشار بيده ليس مع ذلك أنه يشير بيده فقط دون أن يتلفظ بالسلام لا وذلك لأن سلام اليهود كما جاءت في السنة الصحيحة سلامهم بالأصابع والنصار بالأكف وجاء في حديث آخر حديث صحيح فإن تسليم اليهود والنصار بالأكف بالأكف فدل هذا على أنه ربما أحيانا اليهود يسلمون بالأكف أحيانا وبالأصابع أحيانا لكن هناك زيادة في هذا الحديث لكنها ضعيفة فإن تسليم اليهود والنصارى بالأكف والحواجب يعني يؤشر بحاجبه يؤشر بحاجبه هذه غير ثابتة نظريف الشيخ كده معناه السلام اتنين السلام عليكم يمكن ثلاثة مرات ورحمة الله وبركاته غريبين أهل الكتاب دول يعني شوفي درجة الكسل بتاعت أهل الكتاب هو قال الجزياد ضعيفة بتاعت الحواجب لكن إلى أي حد كساله يعني حتى ما قادر يتكلم ولا يشاور بإيده بس بيشغل حواجبه يعني ده كسل ما في بعدك كده وده كله تأليف يقولك زيادة طب هي لما زيادة وضعيفة أنت بتذكوره ليه لأنه أصلاً كل اللي انت بتقوله ده كلام يعني لا علاقة له بأهل الكتاب أصحاب السلام عايزة أقول للمسلم لو انت بتسمع أكاذيب عنك كده وده مش موجود في حياتكم كمسلمين انت بتفكر إزاي في اللي بيقولي الأكاذيب دي عايزة تشوفنا احنا بنفكر في رسول الإسلام إزاي وطبعاً بلا شك نسق أنه مدعي نبوة إذا كان هذا كلامه في أنه طريقة اليهود والنصارى كده يبقى يعني هذا الرجل كاذب من الطراز الأول لأنه في عصره وقبل عصره المسيحيون يسلمون والسلام موجود في الكتاب المقدس وسأقدم شيء منه بعد قليل يبقى القضية عنده مجرد مخالفة اليهود والنصارى وليس تعليم سليم ليس أحد يهمه إزاي أتباعه يتعلمه كيف يسلمه ويدعو للآخرين بالسلام لا هو همه سلم بس ما زي اليهود والنصارى طيب دول ما لهم بسلمه إزاي أبوصصوا بسلمه بالأكف وبالأصابع وبالتالي تشويه في الأول الصورة المشوهة هذه أنتوا من زيهم؟ أنتوا أفضل منهم؟ هاخد حتة تاني هنا إذا ما عندك أي جزء إياه هنا حديث رواه جابر بن عبد الله حدث به بن حجر العسقلاني في فتح الباري لابن حجر خلاصة حكم المحدث إسناده جيد وحدث به السفاريني الحنبل في شرح سلاسيات المسند خلاصة حكم المحدث إسناده جيد وأيضا روا هذا الحديث آخر غير جابر رواه عبد الله بن عمرو حدث به الألباني في صحيح الترمز وخلاصة حكم المحدث حسن وحدث الألباني به في صحيح الجامع وحسن يقول لا تسلم تسليم اليهود فإن في تسليمهم بالرؤوس والأكف والإشارة هنا ازدخلت الرؤوس والحديث صحيح يعني الأكف أو الإشارة بالأصبع أو الإشارة بالكف وبالرؤوس كده زي ما ذال الشيخ المنجد من شوية كده ده كله تأليف لا وجود له في المسيحين لكن ده همه وشغله هو أنه إزاي يبعد أتباعه قدر الإمكان من أنهما يعني يرتبطوا بشيء من أهل الكتاب لأنه حيكون مشكلته بعدين كبيرة جدا حديث رواه جابر بن عبد الله حدث به الصنعاني في سوبيل السلام وخلاصة حكم المحدث إسناده جيد وأيضا السفارين الحنبل في كشف اللثام خلاصة حكم المحدث سنده جيد يقول لا تسلموا تسليم اليهود فإن تسليمهم بالرؤوس والأكف يبقى هنا في زيادة دخلت الرؤوس بقيننا بنسلم بالأصابع نعم وبالأكف وبالرؤوس نعم وربما بالحواجب ما بينقول كلام نعم خالص ما سمعنا واحد بيقول أنه لكن تسليم المسيحين بيقولوا مثلا السلام لكم سلام ونعمة نعمة وسلام نعم ما بينقول كده مع أنه الرسائل في الكتاب المقدس تبدأ بهذا سلام 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 حتى المكتوب بيبدأ بالسلام لكن الكذب ملوش رجلين خلينا أسمع الشيخ فيصل الهاشمي وهو بيتكلم برضو عن الرعب من التشبه باليهود والمسيحين في موضوع السلام أنا ما بعرف هل الشيخ يفكروا هما بيقولوا إيه؟ لا أدري خلينا نشوف فيديو رقم ثلاثة ونرجع النبي عليه الصلاة والسلام يقولنا لا تسلموا سلام اليهود والنصار شو سلامهم؟ قال فإن سلامهم بالأكفي والرؤوس يخي تكلم وترفض بالسلام لتخالف اليهود والنصار ولو أشرت الشر ترفض بالسلام الشيء المحزن اللي حنا نشوفه بعض الناس قالوا مرحبة طيب قول السلام عليكم ما تمسلم يا أخي قول السلام عليكم من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجوبوا مرحبا حياك الله تقولها ما في حرض بشرط قبلها السلام البعض من الناس يذي سلم عليك للأسف ما يكمل السلام أو ما يلفظ السلام صح السلام يفلان خطأ والصح يقول السلام عليكم عشر حسنات السلام عليكم ورحمة الله وعشرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثلاثون حسنا نحن ضايعين بالمناسبة نحن ضايعين نحن حتى ولا عشر حسنات نحن فيش حسنات صح نحن بالصبع ده ما بيجيب حسنا ولا الأكف الحواجب دي أكيد بيضيع سلام خالص هل هو هل هو دلوقتي هم حتى السلام عشان أنا أخذ حسنا يعني أنا بسلم عشان أنا أخذ حسنا أيوه مش عشان أنا زي ما أنت من شوي بتقول أنه أنا بيدعوه للشخص التاني أنه يكون يومه مليان سلام يكون هو عنده سلام إذن ما هو دعاء دلوقتي هو كلامه أنا اللي أستطيع أنا اللي أخذ أجر وما قيمة أنك أنت تسلك بالكلام وقلبك وضميرك مثلا فيه شر للآخرين صحيح ده قرآن سورة آل عمران إلا أن تتقوا منهم تقات تكون أنت في مكان وأنت مش متطمن بتنافق وتمارس التقية وتقول للناس سلام ووجهك يعني مبتهج وقلبك يلعنهم هذا التعليم الإسلامي ينصف تماما فكرة السلام أساسا من أساسه السلام ده بينكم أنتو كمسلمين وربما لو معك مشكلة برضو مع مسلم تضمر له أيضا أشياء أخرى قيمة السلام مع الآخر دي معدومة في الإسلام هل سترجو لي سلام يعني؟ على كل نحن أهل السلام ونحن من نطلب سلاما للعالم في صلاتنا العالم بكل أديانه وأطيافه ما عندنا مشكلة لا نميز نصلي من أجل الشعوب والأمم نصلي من أجل الكل أن يكون عنده سلام نصلي من أجل سلام في العالم ما بنقول بس يا رب يكون سلام على المسلمين زي ما بنسمع أنت كنت ذكرت مرة في وصية من الرب الإله لبني إسرائيل وهم في الأسر أنهم يصلوا لأجل يا المكان الذي سبيتكم إليه لأنه بسلامه يكون سلامكم نعم شكرا أنك ذكرتين بالجزيال لما كانوا سبيوا إلى بابل نعم الرب قال لهم تصلوا من أجل المكان الذي أنتم فيه لأن بسلام هذا المكان يكون سلامكم أنتم ستكونوا موجودين هنا لازم تصلوا من أجل المكان الذي أنتم فيه دولوا سنين يا رب تصلوا من أجل المكان الذي أنتم فيه أن يكون فيه سلام أن يكون فيه سلام بسلام المكان يكون سلامكم هذا طبيعي هل هذا التعليم من قريب أو من بعيد يعرفه رسول الإسلام؟ لا يعرف إطلاقا خليني معلش أطلع في حتة المسلمين نفسهم بين بعضهم والسلام هل الغل اللي كان في الصحابة في قلوبهم تجاه بعض أي موقع السلام من السلامهم اللي هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة دي موقع أي من الحقد اللي كان والغل اللي كان يعني منهم لبعض نحن عملنا حلقة عن الغل بين الصحابة وبالنصوص ما قيمته ده سؤال يوجه للأحباء المسلمين ما فعليت هذا السلام وانت تضمر غل الآخر اللي معك وهل حياخدوا وحد فيهم اللي بيرد طبعا ده لي 30 حسنة وأكيد ده لي شوية حسنات برضو هل حياخدوها برضو هم جواهم الغل إله الإسلام بتاخد الحسنات لأنه إله هو أهمه إله لا وجود له فبالتالي بيوعدك رسول الإسلام أنه حيديك وحيديه حريات في الجنة فبالتالي يعطي فكلها أكاذيب محشوة وعملة كذبة كبيرة الشيخ من شوية بيقول أنه مرحب مش كفاية قبلها لازم يكون السلام هذه الأشياء التي لا قيمة لها المتعلق بها الإسلام بيقولون أن الإسلام ده دين يسر أنت يا عزيزي مكبل في كل شيء أنت بتقول الإسلام دين يسر كذبة شعار ممكن مرة نعمل لكم حلقة عن هذا الشعار الأجوف أنت دلوقتي محصور بكلماته بطريقة حتى في السلام لو ما عملتها تبقى أنت عندك مشكلة من تشبه بغيرنا ليس مننا أنت محصور بقرين معاك داخل معاك وطالع معاك وفي البيت معاك لو ما جريت الدعاء بيدخل معاك التوليد حتى يشاركك الفراش أنت مكبل في كل شيء ما الذي لا يكبلك في الإسلام كل كبيرة وصغيرة أنت مكبل بها ويدعوك ويقول لك الإسلام دين يسر ما اليسر وإنت في كل صغيرة وكبيرة عندك أشياء معينة خايف أنك أنت لو ما عملتها يكون عندك خطأ تكون ارتكبت خطأ في الإسلام خليني أقول لرسول الإسلام وبجواره في جزيرة العرب طريقة سلام يعني ما أعرفها الكوان ما بعرفها ولا ما بعرفها وإلى اليوم يمارسها المسلمون طريقة سلام لا يعرفها اليهود ولا يعرفها المسيحيون ولا يمارسونها وصعب أنهما يمارسونها ما احترامنا لطريقة السلام هذه ثقافة هذا الشعب نعم لكن هي هي موجودة ويمارسها المسلمون طيب لم أتكلم عنها رسول الإسلام ما بعرف معناه في جزيرة العرب خلينا نشوف فيديو رقم أربعة نشوف طريقة السلام هتشوفوا هذا الوقت ومسلمين اللي بيسلموا على بعض نشوف فيديو رقم أربعة ونرجع هذا لا يهود ولا نصارى وأعتقد هذه طريقة السلام نحترمها نقدرها لأن هذا الشعب بكامل ويمارس هذه الطريقة لكن احنا لا نقبلها ما بنعرفها ما بنعملها وفي مسلمين لا يمارسونها ولا يقبلونها ودول مسلمين ما مشكلة رسول الإسلام رجل لم يطلع على الحضارات كما يجب لم يطلع على الثقافات يعني عنده هوس أنه يحصر الناس فإن أنا بقوله خايف أنه هم يعني وكأنه بطريقة السلام لو سلم زي اليهود ولا المسيحيين من تشبه ليس منها من تشبه بغينا طلعوا من الملة أصلا وزي ما أنتم شايفين طريقة السلام في الفلبين مختلفة طريقة السلام في الهند مختلفة طريقة السلام في اليابان مختلفة طرق سلام في العالم كثيرة جدا ومختلفة ويمكن أن تنظر إليها أنت باستغراب كيف يسلمون بهذه الطريقة هناك طريقة السلام آسف يعني بالبسق الشخص يبسق في مقابل الآخر هذا يحيي تحييت هذا الشعب ثقافته أنه أغلى ما عنده يخرج أمامه أمام أقدامه هذا فكره أنه أنا أخرج ما في داخلي أو أضعه تحت أقدامك هكذا يسلمون شعوب طرق ما علاقة الدين بهذا الأمر يا علاقة الدين أقول لك بص الدين أنت ما تسلم بالطريقة دي سلم بالطريقة دي ياخد الدين بعالج القلب والفكر مصدر السلام مصدر هذا الدعاء هذا ما يعالج الدين الأخلاق يعلمك إزاي أخلاقك تكون أخلاق سوية وقلبك نقي وفكرك وضميرك وأنت تسلم على الآخرين ده في الإسلام فيه وَلَّا إِنَّ لِنَكْشِرُ فِي وَجُوهَ قَوْمٍ وَقُلُوبُنَ أَتَلْعَنَهُمْ دي الكارثة الموجودة في الإسلام والتي يجب أن يتعلمها المسلم قبل أن يتعلم شاور ولا بصداعه ولا بيده ولا بحواجبه دي يعني ما هي المشكلة ليست هناك طريقة سلام أفضل من غيرها كل شعب له طريقة سلامه مهم القلب والنية والضمير هذا كان المقدمة المدخل إلى الحلقة التي تحتنا حتى لو أطلنا نكمل نكمل طيب دلوقتي رسول الإسلام يقول أن اليهود بيسلموا باللفظ وبالإشارة طيب من كلامه ومن أحاديثه يتضح أنه لا مشكلة وندخل في سياق آخر أهل الكتاب أهل الكتاب ما سبق كان الإشارة وما هو آت الآن نتكلم عن اللفظ الكلام حديث رواه أنس بن مالك حدث به الألباني في صحيح أبي داود وخلاصة حكم المحدث صحيح إن أصحاب النبي قالوا للنبي إن أهل الكتاب يسلمون علينا فكيف نرد عليهم؟ قال يبقى الناس لهم مش بيسلموا بالإشارة وبس لا بيقولوا كلام بيلفظوا كلام طيب نرد عليهم إزاي ما أنت لو واحد بيشاور يقول لك رد عليه بالإشارة لكن أنت بتقول له وعليكم نعم هو قال كلاما سنأتي إلى الكلام ونفصله طيب لكن دي بداية أن رسول الإسلام لم يكن صادقا فيما ادعى كذبا وبهتانا على أهل الكتاب بصنوب صداع ولا بالرؤوس ولا بالأكوف حديث رواه عبد الله بن عمر حدث به أحمد شاكر في مسند أحمد خلاصة حكم المحدث إسناده صحيح وابن القيم في بدائع الفوائد خلاصة حكم المحدث السابت يقول إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول السام عليكم فقولوا وعليكم طيب ومع أن هذه أيضا أكذوبة يعني حاول أن يجعل هؤلاء الأتباع يكرهون صح تماما صح أهل الكتاب نعم لكن إذن هناك لفظ أنت بتكذب نفسك دلوقتي يبقى إذا ما بيستلهم بالإشارة بيقولوا السام عليكم السام عليكم صح نعم يبقى في كذبه يبقى في كلام في نطق يبقى إذا هذه الأحاديث رسول الإسلام يناقض نفسه ويضرب نفسه بنفسه وعلى فرض أنه كانوا بيسلموا هكذا وهذا سيء في نظرك بيقولوا السام عليكم فكيف تعلم صحابتك هذا السيء شكده صح أنت واحد بتقولهم ده بيقولوا السام عليكم نعم وأنت بتشايف أن السام عليكم دي تعبير خطأ تعبير لا يليق غير أخلاقي فأنت بتقولهم قلوا لهم وعليكم يا صحابة شوفوا أنا بيعلمكم خليكم مارسوا هذا الخطأ تجاه الآخر مش كونوا أحسن منهم مش خجلوهم بسلام جيد فيخجل فيقول أنا أقول السام وهم يقولون السلام عليكم يعني بيعلم أصحابه السيء أين تعليمك أنت الجديد المتفرد الأخلاقي مش أنت بتقول أشرف المرسلين مفروض سلامك والتعليمك يكون أشرف من الذين سبقوك فكيف الذين سبقوك يعلموا السلام وبأخلاق وإنت هنا أشرف المرسلين تعلم السيء الموجود اللي بمارسون الناس السيئين مش دينهم لا هم السيئين بمارسون ألا يؤكد هذا المحك أن هذه الألقاب أشرف المرسلين ومجرد شعارات جوفاء هي مجرد كلام أجوف وعند الامتحان تكشف الحقيقة أول ما يجي الامتحان يتحط فيه رسول الإسلام هتعلم أنت بإيه بيقولوا السامو عليكم قولوا لهم عليكم ثم على فرض أن اليهود كانوا يسلمون هكذا على فرض فهل هذا ناتج عن نية سيئة أم ربما اختصار في السلام السامو عليكم دي المسلمين بيقولوا النهاردة سامو عليكم كتير كتير ولا مصح ما بتسمعهاش من المسلمين ما بتسمع مسلمين وهم بنية صافية بيقولوا السامو عليكم اختصار وهذا الاختصار موجود في لغات كثيرة كم من المسلمين اليوم ينطقون هذه الكلمة بنفس الطريقة السامو عليكم صدقني ولا حتى قال ما فيش قال سامو عليكم يا ما اسمعناها طيب ايه المشكلة ليه انت يعني جاي على اليهود اللي هم اصلا لغتهم ليست العربية وعندهم العبرية وتعلموا العربية مثلا في شبه جزيرة العرب ويقولون الاختصار الذي يقوله المسلم حتى جملة صلى الله عليه وسلم داء يعني كثيرا ما ينطقها المسلم ليس بكامل حروفها تنطق وتكتب كمان حتى في الكتاب صاد أو صلع أو صلع يعني عندهم اختصار وطبيعة كل اللغات فيها الاختصارات تمام إذن بداية سامو عليكم أو السأم عليكم زي ما اتطور الموضوع مع محمد وعائشة بعد شوية حنشوفه يعني كان السامو عليكم اتطور بعد شوية لأ دول ما بيقولوا السامو عليكم بيقولوا السأم عليكم لازم يشوف طريقة يكره بها الإسلام يساوي وسأكرر هذا دائما كيف تكره هو بيعلمك كيف تكره بس قبل ما انتقل من الحتة دي أنا يعني اقتطفت بعض مقتطفات من أحد الشيوخ وهو بيذكر تعبير صلى الله عليه وسلم كيف بيقول وهل يقصد أن يكون في خلل في كلامه ولا طريقة تعود عليها خلينا نشوف فيديو رقم خمسة ونرجع مرة أخرى قال رسول الله صلى الله سلم قال رسول الله صلى الله سلم فقام لها رسول الله صلى الله سلم إن رسول الله صلى الله سلم قام صلى الله سلم فقمنا هل هذه الحروف كاملة تنطق هنا ولا هو مجرد اختصار تعود عليه وهو نيتو سليمة هو بيقول هذا الكلام كان يجب أن يفترض رسول الإسلام لو رجل سلام لو رجل عنده مليان شبعان يفترض في الآخرين هذا الأمر لكن لا يعطي لما عنده شيء لا يستطيع أن يقدم فاقد الشيء لا يعطيه ماذا سيعطي غير خلوا بالكم لا تتشبهوا دول كفار دول حرفوا دول زوروا طب وإنت ما الذي ستقدمه هادينا شوفنا الشيخ هو بيختصر لا يفترض أن السام عليكم اللي ممكن أكثر من مليون مسلم اليوم يقولونها سام عليكم أن اليهود إذا قالوها طبعا لأنه حابب أنه يبعد أتباعه عن اليهود ويكرهم قدر الإمكان فيهم فادع أنهم يقولون السام عليكم كويس إبغازا الشيخ هنا قدمناه ورعنا هو أنه يعني فيه اختصار ممكن يكون مع النية أنه لا يقصد شيء طبعا لسه فئة حديث فيها يهود بيسلم السلام عليكم برضو بمحمد يكذب نفسه يعني وهو اللي بيحكي الحديث خلينا أدخل إلى جزئية أخرى لو ما عزوا توقفين هنا روت عائشة هذا الحديث حدث به القرط بالمفسر في تفسيره وحكمه سابت خرجه البخاري ومسلم بمعناه حدث به الألباني في السلسلة الصحيحة إسنادوا صحيح على شرط الشيخين البخاري ومسلم وأنا سأقرأ من الحديثين خلينا نشوف دخل يهودي على رسول الله فقال السام عليك يا محمد السام عليك فقال النبي وعليك فقالت عائشة فهممت أن أتكلم فعلمت كراهية النبي لذلك فسكت عاوز أتكلم عاوز أرد بس عرفت النبي حيكره هذا فسكت ثم دخل آخر فقال السام عليك فقالوا عليك فهممت أن أتكلم فعلمت كراهية النبي لذلك ثم دخل الثالث فقال السام عليك بقى هنا بتقول فلم أصبر حتى قلت وعليك السام وغضب الله ولعنته إخوان القرد والخنازير ما شاء الله زوجة النبي امتلأت كانت عائشة خلاص يعني امتلأت من تعليم محمد من تعليم كيف تكره الأهل الكتاب اليهود وإخوة القرد والخنازير يعني وصلت لمرحلة لا وشوف الأدب وشوف الأخلاق في بيت النبوة في بيت أشرف الخلق كيف زوجته يعني حتى في وجوده يعني ترد بهكذا كلمات يعني شائنة أن تخرج من إنسان يعرف الله سيبك من زوجة نبي والكلام ده يعني هل اعترفت أن هي مخطئة مثلا يعني هناك أنبياء يخطئون ويعترفوا إحنا أخطأنا هل اعترفت عائشة إنها أخطأت نكمل إخوان القرد والخنازير أتحيون رسول الله بما لم يحييه الله يعني الله بحييه في رواية تانية ففطنت بهم عائشة فسبتهم قالت عائشة بل عليكم السام والذأم يعني أنتوا بتحيوا رسول الله بسلام وتحية ما حياه بها الله الله بحييه بطريقة كويسة ليه بحييه بطريقة كويسة صلى الله عليه وسلم هو إحنا ملتزمين يعني بالسلامة اللي قاله الله ده سؤال بقى يعني وكأن غير المسلم ملتزم أن يحيي محمد بالطريقة التي حياها به إله المجهول إله الذي لا يعني الوهمي ما علاقتنا إحنا بهذا الكلام رجل مدعي النبوة فبالتالي هنا عائشة قالت هذا الكلام وسبتم ولعانتم زي ما بيقول طيب فقال رسول الله ما هي عائشة لا تكون فاحشة يعني هو شاف ندفحش فإن الله لا يحب لا يحب الفحشة ولا التفحش كل ده عملت عائشة قالت يا رسول الله إنهم يقولون كذا وكذا شوفوا الإجابة بقى بتاعة الرسول الأخلاق فقال أليس قد رددت عليهم فأنزل الله عز وجل وإذا جاءوك حيوك حيوك بما لم يحييك به الله إلى آخر الآية أي إن الله سلم عليك وهم يقولون السام عليك السام عليك طيب ده كلام بدينك يا محمد هذا الكلام يدينك يعني يقولون على اليهود أنهم قوم سيؤون بداية أقارن بعائشة فماذا عن عائشة صحيح ده بداية صحيح ما الفرق بين أخلاقهم وأخلاقها إن كانوا يقولون هذا الأمر ويقصدونه ما الفرق الآن بين أخلاقهم وأخلاق عائشة صحيح ما هرفت عائشة تستوعب الفعل السيء اللي أمامها باعتبار أنهم قالوا هذا الكلام وترد بطريقة تخجلهم بأي تعليم ممكن تخجلهم عائشة أو يعني خليني معلش ما احترامي لكل الأحباء المسلمين تكون محترمة بأي تعليم ما لقيت تعليم عائشة ده التعليم اللي هي تعلمت تتعليم تخليها تكون محترمة أو يخليها تحترم الإنسان لأنه أخوة القردة والخنازير قالها رسول الإسلام نفسه صحيح 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 ده جانب ثم نأتي إلى الجانب الأهم ما الفرق بينك يا محمد وبين اليهود قالوا لك الساموا عليك وانت قلت ليه ما عليكم ألم يعني أنت ما شفت أنا ردت عليهم ما شفت أنا أخذت حقي ما أنا ردت عليهم زي ما قالوا ساموا عليكم ساموا عليكم وعليكم ما الفرق بينك وبين هؤلاء أنت بتدعي أنك نبي وأشرف الأنبياء أما كان يجب أن تعلم هؤلاء الذين يسلمون بطريقة خاطئة أن تعلمهم الأخلاق التي جاء بها أشرف الخلق ولا ما عندك شعار أجوف كاذب على المسلمين أن يستفيقوا ما تقرأك أي كلام كده بس وتبلع تبلع تبلع وتجي في الآخر تقف قدام الديان وتقول أصو السمعت قالوا لي ما بينفع أنت رجل مسؤول عندك عقل وعندك فرصة الآن يبقى إذن إذا كان هذا الفعل سيء كانت عائشة أسوأ وإن كان هذا الفعل سيء فكان الرسول أسوأ لأنه رسول يدعي أنه رسول أنا لا ألوم يهودي جاء وأخطأ لكن ألوم رسول أخطأ يدعي كمن يدعي أنه أشرف الخلق أشرف الخلق ما عارف يسلم زي الناس ما عارف يستوعب هؤلاء فإذن هنا زي ما احنا اتكلمنا أنه فاقد الشيء لا يعطيه عندك أي تعليق عايزة يعني أرجع ليه وسيط السيد المسيح إن سلمتم على إخوتكم فأي فضل تصنعون أليس العشرين والخطايا فعلونا هذا فين محمد من الوصية دي المسيح جاب له بستمائة سنة فين محمد من الوصية يعني دلوقتي أنا عارفة أنه ظلم لمحمد أن نعمل مقارنة بين تعليم المسيح وتعليم ظلم ليه أنه إنسان بعيد أصلا عن الله لكن لأجل الأحباء المسلمين اللي بيعتقدوا أنه هو نبي طيب وعيسة نبي وده عيسة قال الكلام ده وأدي نبيك بيقول الكلام ده يعني أنا إيه اللي أستفيده إنت إيه اللي تستفيده أي تعليم فيهم هو اللي ممكن يغير طيب خلينا أقولك أنا بحاول أنه أحباء المشاهدين يأخذوا بعض المصطلحات أنا بنسميها مفارقة وليس مقارنة اللي أنت عملتي دلوقت ده مفارقة ما بنقارن لأنه حتظلم أي شخص حتى غير محمد سيظلم إذا قرنا بالمسيح صحيح تماما أشكرك يعني أنت بتجيب المفارقة السليمة في الوقت السليم فإن سلمتم على الذين يحبونكم فقط فأي أجر لكم ده اللي يتكلم الشيخ بيقولك أجر عشرة وعشرين وثلاثين السلام عليكم عشر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والثلاثين والسلام بين المسلمين بالمناسبة طيب وبعد كده المسيح ده العظيم الذي قال لليهود فإن سلمتم على الذين يحبونكم فأي أجر لكم أليس الخطاة يفعلون ذلك الرجل الخاطي بيسلم على الناس اللي بتحبه أنت لو عملت كده إيه تميزك لأ أنا عاوز أتباعي يكونوا زيي زي أبوكم اللي في السماء ده كلام في الموعز على الجبل يعني طيب أبونا اللي في السماء بيعمل إيه بيمطر خيره على الأشرار والأبرار ده الله الآب السماوي يعطي الصالحين والطالحين أنا عاوزكم تكونوا كده لو أنتوا أتباعي سلموا على اللي بيحبكم واللي ما بيحبكمش شكورك يا رب دي الأخلاق ده السمو ده اللي بيديني طمأنينة وثقة وإيمان هذا الكلام هو كلام إلهي وتعليم إلهي مش حقد وكراهية وما تشبه وشبه لا هذا كلام يجب أن تنتبه له أحسن رح في نكتة في الحديث أورد البخاري بلفظ آخر صحيح البخاري كتاب الدعوات عن عائشة أن اليهود أتوا النبي فقالوا السام عليك قالوا عليكم فقالت عائشة السام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم فقال رسول الله مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف أو الفحش قالت أولم تسمع ما قالوا قال أولم تسمع ما قلت رددت عليهم ممتاز يعني أنت زيهم بس مش دي النكتة النكتة بقى بتاعت رسول الإسلام رددت عليهم وبعد كده فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه شفت النكتة يعني أنا لما رددت عليهم السام عليكم يعني وعليكم الله هيستجيب لي فيهم فيكون السام عليهم شفت النبي المحترم دا تعاليمه من فضلة القلب يتكلم اللسان بس هما ما هيستجاب اللي هم فيها الغريب في الأمر بعد هذه الأخلاق المحمدية يعني التي جاء ينافس بها الأنبياء على إيه ما عرفش بتنافس بإيه أنت ما عندك شي تنافس بيه سؤال هل فعلا استجاب الله للاعنت محمد على اليهود أليس هم الذين سحروه بمراجعهم بمراجع الإسلامية طبعا بمراجع الإسلام أليس هم من قتلوا محمد وسمموه فكلام محمد هنا أجوف وإلا كيف سمح الله أنه هم يعملوا فيك كذا طيب فين المسلم من الكلام دا فينه من تدوير هذه المعلومات في ذهنه الشيخ اللي بقعد يفتيه الشيخ اللي بقعد يتكلمه عارف كل دا أين هو من هذا الكلام خلينا أدخل إلى نقطة كمان زيادة هي السلام اليهود بيكشف أكثر في صحيح مسلم في كتاب الحيض أن ثوبان مولى رسول الله حدثه قال كنت قائما عند رسول الله فجاء حبر أو حبر المفروض من أحبار اليهود فقال السلام عليك يا محمد فدفعته دفعة كاد يصرع منها الآن هذا الحديث فيه مسلم وينصف أكاذب محمد دا حبر من اليهود قال السلام عليك يا محمد لم يقل السام ولا السام يبقى إذن كذب أنك تقول اليهود بيسلمه كده بالأكف ولا بالرؤوس يا شيوخ أين أنتم من هذه الأحاديث لماذا لا تقولون الحقيقة أن رسولكم يكذب ولا مش هتقدر عليها هتقدر في الآخر تقف قدام الدينون المرعبة تقدر في الآخر تدخل جهنم بسبب أنك كنت تعرف الحقيقة وتغضيت في أن تقولها مش ديها حاديث صحيحة في مسلم دفعوا مش دفعوا الدفعة الشديدة عشان قال السام عليك لا في سبب آخر وديك شف لك الأكاذيب كلها إيه السبب فقال لما تدفعني فقلت ألا تقول يا رسول الله فقال اليهودي إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله فقال رسول الله إن اسمي محمد الذي سماني به أهله كل غلط اليهودي لم يقل السلام عليك يا رسول الله طب أنا لا أؤمن أنه رسول الله عايز تجبرني أقول رسول الله أنا أؤمن باسمه محمد سلم عليك يا محمد السلام عليك يا محمد الأكاذيب ما عندها رجلين بتظهر لما نكون بنتكلم في حتة تانية في موضوع تاني مختلف فتظهر الأكاذيب وما حدش طبعا واخد باله عادة المفسرين والعلماء أنا عادة الشيخ المنجي يطلع يرد على الحديث ده ما هو مش بيربط مش رابط ده بده شيء غريب جدا ده أبجديات ألف باء التفسير ألف باء التفسير الربط ما بعرف ده عندنا في اللهوت المسيحي يعني هي تزكية الآيات بعضها لبعض التفسير الكتابي الكتاب يفسر نفسه يعملوها لما يكونوا محتاجين فين الشيخ المنجد من هذا الحديث لما قال لا تشبهوا باليهود الأكوف والإشارة هذه اليهود بقولوا السلام عليكم أكاذيب يا شيخ وانت بتعرف أن أكاذيب عيب عليك أنك دائما بس بتهاجم اليهود والمسيحيين عيب عليك اطلع قول الكلام ده قول الرسول كان كذب لأنه ده أحاديث صحيحة قالها الرسول لمجرد أن يعلمكم كيف تكرهون ليس أكثر من ذلك وهي النتيجة نتيجة تعليم محمد وتغذية المسلم أنه يكره اليهودي خصوصا يعني اليهودي هل عملوا واحد من صحابة محمد مولى مولى رسول يعني واحد شغال عنده طيب ويعتبر صحابي لأنه موجود ومصاحب لمحمد طيب يعني ده تربية إيدك يا محمد فإنت غزيته أن يكره اليهودي مجرد ما جال يهودي ومع أنه بيقول السلام عليكم ومبيد السلام لمحمد لكن لا في موضوع تاني أنا لازم أنتقم من اليهودي فأنت قلت له يا محمد يعني لم يسلم من الدفع برغم أنه سلم صح صحيح يعني مش كل اليهود اللي بيقولوا أساموا عليك يعني فيه يهود أهود يعني مش أنت أنا مهاردة يقول تسليم اليهود الأكوف أنت عممت صحيح هو دايما بعم الإشارة الأصابع أنت عممت أن المسيحين بيسلموا بالأكوف اليهود بالصابع كلام كذب غلط هل الصحابة ما لاحظوا أن اليهود بيقولوا أساموا عليكم بس لاحظوا محمد عائشة يعني بس محمد عائشة لاحظوا الكلام ده خلينا أروح لحديث زيد بن أرقم رواه زيد بن أرقم حدث بين منذري في الترغيب والترهيب خلاصة حكم المحدث إصناده صحيح بين نحن عند النبي إذ أقبل رجل من اليهود يقال له ثعلبة ثعلبة بن الحارس فقال السلام عليك يا محمد فقال وعليكم يعني طيب ده واحد تاني يعني برضو عليكم يعني حتى هو بيسلم عليك سلام محترم معرفتش تحترم نفسك وترد بنفس الطريقة صح المهم أن الحديث بقيته لا تهمني كثيرا يهمني هذه الجزئية السلام عليك يا محمد فين السلام عليك فين الأشارة فين الأكف يعني ناس تتكلم يعني إحنا اللي علمناكم تقولوا السلام عليكم نعم إحنا اللي علمناكم إحنا أهل الكتاب بعد ما تأخد وتسرق هتروح تشوه هالآخرين اللي سركت منهم على كل هو راح كالعادة يختبر الرسول ويوجعه أتزعم أن في الجنة طعاما وشرابا وأزواجا قال النبي نعم تؤمن بشجرة المسك كلام فاضي كله إلى آخره مش عايزة أضيع فيه وكتي أنا عايزة أقول السلام اللي عندنا في الكتاب المقدس أمثلة بسيطة جدا دانيال عشرة لما ظهر له الملك وقال لا تخف أيها الرجل المحبوب سلام لك الملك يقول لدانيال ده في العهد القديم نعم قبل المسيحية نعم لوقة فدخل إليها الملك وقال سلام لك دانيال عزراء مريم نعم يعني الملك أيضا يعني يخلع السلام في حالة طمأنينة للشخص اللي هو بيظهر له لأنه الموضوع صعب دانيال أنا بقول الكلام ده أن المسلمين مشكلة تنفهموهم أن السلام ده بس بتاعهم هما البشرية لا تعرفوا قبلهم نعم أكاذيب تحية هذا الكتاب المقدس ما أظن يعني حرفنا الكتاب المقدس فدخلنا فيه السلام اليهود حرفوا زمان فدخلوا فيه السلام خجلوا من هذا الكلام هذا الكلام غير منطقي إطلاقا وكان الناس في العالم لا يسلمون يا أخي روح أي بلد في العالم الناس ستسلم عليك يعني المسلمين الموجودين في العالم كلهم ما بيسمعوا سلام أهل البلد اللي هما فيه ما بتعرفوا أنه دي أكاذيب يعني شيء غريب جدا كانوا بني إسرائيل ما بيعرفوا السلام كانوا المسيحين لا يعرفوا أنا عشان كده جبت هذه الشواهد البسيطة لوقة عشرة وأيو بيت دخلتموه فقولوا أولا سلام لهذا البيت المسيح لما بيرسل التلاميذ لازم تقولوا سلام للبيت يوحن عشر السلام لك يا ملك اليهود ده وسنيين الجنود الرومان كانوا يتهكمون على المسيح يعني الجنود الرومان بيعرفوا يسلموا ودو الوسنيين السلام يا ملك اليهود المسلمين بس اللي بيعرفوا السلام متى تماني وعشرين وفيما هما منطلقتان لتخبر تلاميذه إذا يسوع لقاهما وقال سلام لكما فتقدمتاهم سكتا بقدميه وسجدتا له ده بعد القيامة المسيح يعطي سلام للمريمات مريمتين يوحن عشرين ستة وعشرين وبعد ثمانية أيام كان تلاميذه أيضا داخلا وتوم معهم فجاء يسوع والأبواب مغلقة ووقف في الوسط وقال سلام لكم يبقى أنت مش أمين فيما تقول نعم طيب أنا عاوز الجزئية اللي جاية أكون فيها سريع لو ما وقفتيني في الشيء يعني حتى بس بسرعة كده أنه كل دول يهود كلهم يهود والمسيح والتلاميذ وبولوس وكله كله كله يهود اللي بيسلمه بيقوله سلام 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 صحيح يعني أنا أزيد لك كمان وهو يعقوب في أول رسالة لك يعقوب واحد واحد يعقوب يهدي السلام إلى الاثنى عشر سبطا الذين في الشتات يا ست سيبك من ده في القرآن ألم يقل عيسى والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث وحية ده مش عيسى بتاعهم صحيح ما هو تسلم ويحية كمان طيب يبقى إذن يعني إذن في كذب نعم أنتقل لجزئية أخرى طيب تفضل وهي جزئية الدكتور عدنان إبراهيم عنده مشكلة مع حديث لا يريد أن يسمع يريد أن يلغيه ويزكي بدل منه حديث آخر نعم خلينا أقدم في البداية الحديث المرفوض حديث المرفوض في كذب صحيح مسلم كتاب السلام أن رسول الله قال لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتهم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه لا عليك أن أكون سريع شوية عشان الوقت لو لقيت حد في الطريق اضطروا إلى أضيق الطريق ده الحديث في مسلم وحديث صحيح والمسلمين كانوا يعملوا به لحد فترة قريبة في مصر يقال المسيح أو القبط إيش مليا قبط إيش مليا زمي كويس ف إيش مليا أنا خليك على الشمال على الشمال وسط الطريق للمسلمين وسأأتي بشيخ بعد قليل يقول هذا الكلام وسط الطريق للمسلم ده العزة الكرامة العنجهية النقص في التعليم ده تعليم يؤكد أنه فيه نقص في الشخصية طيب ده الحديث المرفوض إيه بقى الحديث المزكة اللي بيحطه الشيخ الدكتور عدنان إبراهيم صحيح البخاري كتاب الإيمان عن عبد الله بن عمرو أن رجل سأل النبي أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف أنا هنا بقول سنأتي لشرح هذا الحديث لاحقاً بس خليني نسمع الشيخ أو الدكتور عدنان إبراهيم في حديث لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام وكيف يعترض عليه وبعد كده أرجع مرة أخرى شو بيديو رقم ستة ونرجع قال أن تطعم الطعام وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف هل لا نعرفه كثيراً لا نسمع به لكن نتشبث كثيراً وأدرنا معركة فقية عبر القرون شارك فيها الفطاحلة من ابن القيم وابن تيمية والطبري وابن حج العسقناني والشوكاني والصنعاء الكل بصفحات طويلة حديث ماذا؟ حديث في الصحيحين أنك إذا لقيت يهودي أو نصرانياً فلا تبدأه بالسلام واضطره إلى عضيق الطريق في القلب من هذا الحديث المخرج في الصحيحين لا أقول شيء ألف شيء ألف شيء في قلبه على هذا الحديث أنت أفضل أخلاقاً من رسولك يعني هو علم بالحديث وأنت تريد أن تلمع تعليمه وهو يريد دلوقت يعني حاول التفع الحديث يعني في معالجته يحاول يلتفع الحديث خلينا أشوف بداية كيف نعالج الحديث اللي ذكروا الشيخ هنا تسلم على من عرفت ومن لم تعرف وبعدين نأتي لمحاولة الالتفاف لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام بداية أنت تفسر هذه الجزئية على هواك زيك زي الشيوخ الباقين اللي أنت بتعترض عليهم ما بتعمل ربط لأحاديث رسولك لأنك لو بتعمل ربط لا تقع في هكذا أخطأ فلنرى تفسير الحديث اللي هو ذكره من الصحيحين يعني مش تفسير للحديث لا أحاديث أخرى قالها الرسول في الصحيحين هتورينا على من عرفت ومن لم تعرف مين دول اللي تسلم عليهم وزي ما هو بيقول وبينادي بيقول مفروض نجمع الكلام كله مع بعض طب ليه ما جمعت الأحاديث دي لأنك تريد أن تسرب الحديث وتهربه وتطلعه خارج السياق محمد مع أنه ده سياقه حديث بيشبهه الحديث يشبه رسول الإسلام طيب قبل ما تدخل في الحتة دي وهو مش عاجبه الحديث لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام على أساس أنه ده حديث ومرفوض يعني هو مش عاجبه الحديث كلها اللي انت جبتها وردود محمد عليها على اليهود يعني وطريقة عائشة كل ده مش بيقول أنه ده ده اسلوب محمد ده يجي من محمد الكلام طبعا وزي ما هو بيستشهد بالصحيحين طب هذي في حديث احنا جبناه من الصحيحين صحيح انتقائي ولذلك هو أيضا يعني في كثير من الشيوخ بيعترضوا على الطريقة التي ينتقي بها ما يريد ويرفض ما يريد ثم هذه طبعا فتوى هو على كيف ومزاجه يفتي بقبول هذا الحديث ويفتي بعدم قبول الآخر ويعترض على فتوى الآخرين بداية قبل كلام محمد نقرأ تفسير هذا الحديث ثم آتيك لتفهم من المقصود بمن تعرف ومن لا تعرف صحيح البخاري هذا هو الحديث الذي قرأه الدكتور عدنان منذ قليل تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف الشرح من الدرر السنية في هذا الحديث يبين صاد اللي هو رسول الإسلام أي أعمال الإسلام خير من غيرها وأفضل من سواها بعد الإيمان وأداء الأركان وذلك إجابة لأحد السائلين وقد ذكر النبي أمرين الأول الإكثار من إطعام الطعام للضيوف والفقراء وده في كلام كثير والثاني إقراء السلام وإفشاؤه لكل مسلم من ابتغاء وجه الله دون تمييز بين شخص وآخر ولأنه تحية الإسلام لعموم المسلمين إذن من تعرف أو من لا تعرف من المسلمين يا دكتور عدنان لا تؤلف في الإسلام ولا تلمع هذا مجرد تفسير لكن سأتيك بالحديث ومن فمي رسول الإسلام لتدينه معنا ويكون عندك الشجاعة يبقى هنا إذن من تعرف ومن لا تعرف من المسلمين مش من غير المسلمين يقول وقد جمع في الحديث بين إطعام الطعام وإفشاء السلام لأن به يجتمع الإحسان والقول بالقول والفعل لأن إطعام الطعام وإفشاء السلام لا يكونان من الإسلام إلا بالنسبة إلى من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر يبقى مسلم لأننا لا أؤمن بالقرآن إذن هنا إفشاء السلام لمن؟ للمسلم من المسلم إلى المسلم وليس إلى غير المسلم يا دكتور عدنان هذا التفسير الحديث يمكن تقول هم فسروا لا تعال إلى كلام الرسول صحيح البخاري كتاب الجنائز أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله يقول حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المرض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشمية العاطس من المسلم على المسلم رد السلام صحيح البخاري كتاب المظالم أمر أن النبي بسبع ونهان عن سبع عن أبي موسى أن النبي قال المؤمن للمؤمن كان بنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه المؤمن للمؤمن المؤمن للمؤمن سبع طبعا هيتكلم عن السبع من ضمنها السلام المؤمن للمؤمن أنا مؤمن هل أنا مؤمن يا دكتور عدنان هنا بيتكلم عن المسلمين فقط صحيح البخاري كتاب النكاح وصحيح مسلم كتاب اللباس والزينة أمرنا رسول الله بسبع ونهان عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشمية العاطس وإبرار القسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام بين مين بين المسلمين نعم تماحة روح تعمل دي لهم كفار نعم ها روح لصحيح مسلم كتاب الإيمان باب بيان شوف الباب أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون وأن محبة المؤمنين من الإيمان وأن إفشاء السلام سببا لحصولها إفشاء السلام بين المؤمنين سببا لحصولها طيب يبقى ده بين مسلمين فقط عن أبي هريرة قال قال رسول الله لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحبوا أولا حتى تحبوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحبيتم أفشوا السلام تحابيتم تحاببتم أفشوا السلام بينكم شفت كيف أفشوا السلام بينكم وعشان تحبوا بعض لازم تفشوا السلام طيب هو أنا بتحب من المسلمين الإسلامي يحرم محبة غير المسلم هذه الأحاديث من الصحيحين تضرب فتوى الدكتور عدنان في مقتل محاولة تلميع الإسلام التي يقوم بها وفي مجموعة معها هي محاولة فاشلة لمن يقرأ الإسلام قراءة سليمة ويعرف أعيز أقدم نكتة في هذا الإطار النكتة أنه الباب يقول خمسة ومتن الحديث يقول ستة وعايز الناس المسؤولين عن الويب سايت دا يصلحوا الكلام دا المعروف اللي هو وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد سايت السعودية صحيح مسلم كتاب السلام خمس تجب للمسلم على أخيه خمس تجب للمسلم على أخيه واضحة كده بس لما يجي المسلم على المسلم ست يعني الباب في خمسة بس المتن الحديث يتكلم عن ستة فقلت غريبة فأحطها كده عشان تكون ظهرة عن خمس تجب للمسلم على أخيه عن أبي هريرة أن الرسول الله قال حق المسلم على المسلم ست قيل ماهن يا رسول الله قال إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجيبه إلى آخر هذا الكلام وإذا استنصحك فانصحه إلى آخره أليس كل هذه في الصحيحين ويجب أن تفسر كلام محمد من كلام محمد زاده أم تريد أن تلمع كلامه فتنسخ كلامه لتضع له ما لم يقله في هذا الإطار حديث رواه حزيفة بن اليمان حدث به المنزر في الترغيب والترهيب وخلاصة حكم المحدد الصحيح الألباني في السلسلة الصحيحة قوي في السلسلة الصحيحة سناده جيد إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تناسرت خطاياهما كما يتناسر ورق الشجر حلوة أبو أمام الباهلي العسقلاني في تخريج مشكات المصابيح والألباني في تخريج مشكات المصابيح سناده صحيح وفي صحيح أبي داود صحيح والوادعي صحيح إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام هل أنا أولى الناس بالله وأنا مسيحي هل الكافر أولى بالله حتى إذا سلم أم أن الكلام يخص المسلمين فقط هنا إحنا جينا للطريقة التي علجنا بها كلام الدكتور عدنان نأتي لمحاولة الالتفاب بتاعته وهي محاولة مكشوفة صراحة يعني أكلمك دعنا نرى فيديو رقم سبعة ونركز بس أنا أريدك أن تركز في شيء مهم جدا بيقول حتى لو الحديث صحيح نلغي عقولنا فعلى العين والرأس ونتهم عقولنا أنه إحنا مش فاهمين يعني ما يتهمش محمد ما يتهمش محمد يتهم عقله بس ما يتهم محمد ما عنده مبدأ بعد ما قال في قلبه ألف شيء من الحديث مش شيء ألف شيء من الحديث وبعد شوية يقول لا يمكن أن الرسول يقوله بس لو قاله ويروح يبتكر كما ابتكر محمد طرق لقتل الآخرين يبتكر هو طريقة ليقبل بها الحديث ما ما قابله شوفوا هذا الكلام في فيديو رقم سبعة ونرجع يبعد أن يكون محمد قال هذا وإن كان قاله طبعا إن كان قاله فعلى الرأس نعمة عين ونتهم عقلنا لكن إن كان صح وقاله أيها الإخوة وليفرض هذا فقد قاله في ظرف خاص ظرف تألب فيه هؤلاء القوم على الإسلام وأهله وخان العهد ونقض المواثيق أيها الإخوة فالنبي شدد شدد هنا وحرج في أن نواليهم أو أن نحاسنهم وأمر بمخاشنتهم لا بمحاسنتهم مقبول هذا هذا يحصل في الظروف الطارئة فإن صح الحديث وعلى علّه يصح لا ندري إن صح ينبغي أن يحمل على مثل هذا المعنى وإن لم يصح فلا حاجة لنبيه لأن النبي كان يزور جيرانهم من يهود وغير يهود والحديث في الصحية حين زار الفتى اليهودي حين كان مريضا يزوره ثم لا يسلم عليه هل هذا معقول هل هذا معقول هو لم يبدأه باستلام هو زاره في بيته ذهب واستأذن وقطعا سلم النبي أرحم العالمين وأنبل وأكرم العالمين ولا دخل مكشه ما يتكلمش بانتظرهم يسلموا عليه يعني مش معقول والحديث في الصحية حديث أنه زار الفتى اليهودي في الصحيح أيضا جميل خلينا نفنة كلام المحاولة بتاعة الالتفاف على الحديث أنا أعرف الحديث واجعه الحديث يبين عنصرية محمد ويبين فاشية الإسلام لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام هو رجل أخلاقه أفضل من الرسول وبالتالي عاوز يبتكر أشياء الآن بعد أن قال فيه ألف شيء في قلبه وبعد أن قال لا يمكن محمد أن يبعد أن يكون محمد يبعد أن يكون قال هذا الكلام بس لو قاله راح ابتكر ابتكر طريقة لا وجود لها لا في الحديث ولا في تفاسير الحديث من عنده يفتي ليلمع محمد طيب لو رسول الإسلام قال هل أخذ بالتدريج؟ قال هذا الحديث فعلى العين والرأس ونتهم عقولنا نعم يجب عليك يا دكتور عدنان أن تظل على مبدأك أن الرسول مخطئ لو قال هذا الكلام مش أنت تتهم عقلك ما أنت الحديث قدامك بائس الحديث قدامك فاشي ولا يمكن محمد قاله ممتاز ليه لأنه كلام سيء إن قاله تتهم عقلك يا رجل اخجل رجل متعلم تتهم عقلك ولا تقول لا الرسول مخطئ في هذا الكلام شجاعة المسيح فقط يقول داود مخطئ في هذه القضية يقول إبراهيم مخطئ في هذه القضية لأن كتابه قال كذا لأنه ليس أحد بدون خطية ولو كانت حياته يوم واحد أما أنتم لا تستطيعون لأن إلهكم محمد أن تقول أخطأ لا خل عندك شجاعة مش تتهم عقلك لا قل محمد أخطأ مش بشر ولا هو مش بشر ولا ما بغلطش بشر ليه ما بتقول عليه أخطأ بس لأنه إله عندك يدي مشكلتكم في محمد إلهك يسرع لك في هواك هذا كلام زوجة عائشة يبقى بداية ليس عنده مبدأ الدكتور عادنان بدل ما يعني أنت اتهمت عقلك في أمور كثيرة أنت رافضة إذن وهذه دينونتك أمام المسيح الكلام اللي أنت قلته دا يدينك بعدين أمام المسيح لأنه ببساطة إذن عندك فهم الأمور وتقييم وشوفت دي كارثة بعد كي تتهم عقلك من الواضح أنك اتهمت عقلك في أمور كثيرة ابتلعتها مع أن عقلك وقلبك يقول لك لا يمكن أن هذا من عند الله وبعد أن كان الحديث لا يمكن أن يكون محمد قاله وأنه يتهم عقله بالخطأ فهو لو قبلوا لا بد أن يبتكر له ظرفا خاصا وفتوى تليق بقبوله وبعد ذلك بيلوم للشيوخ وفتواهم وعقولهم ويفتهوا ويحلل لنفسه ويرفض هذا الحديث ويقبل هذا ويرفض هذا وفق مزاجه الخاص والغريبة ما يقبل ويرفض في ذات الكتاب في الصحيحين على أي مقياس مقياسه هو هو بيرى الدين إزاي المهم أنه ابتكر ظرفا خاصا لا وجود له في الحديث ولا في تفسير الحديث ليقول أن الحديث فقط في هذا الظرف أنه دول خانوا العهد يعني أنت زيك زي الرسول بالضبط تفتكر أشياء خانوا العهد يبقى ما نسلم عليه كان هذا هو الظرف يا رجل اخجل يعني في النهاية اليهود هم الغلطانين وبالتالي أهل الكتاب مش بس اليهود والمسيحيين كمان لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام طيب نأتي إلى القضية اللي ذكره ليلتفع الحديث أتى بحديث زيارة محمد للفتى اليهودي وافترض أن الرسول دخل بيت اليهودي وسلم وده التعليم العام الأساسي ولا تبدأوا اليهود والنصارى ده الاستثناء هل الرسول كان عنده يهود جيران بعد أن زبحهم وهجرهم فين بس ده مش الرد سيبك من الموضوع هذا ردي سيكون على التفافك على الحديث أنت تقول هل زار الفتى اليهودي ولم يسلم عليه من قال لك أن محمد نهى عن السلام من قال أن هذا الحديث ده فهمه أو ده منطوقه الحديث لا يقول لا تسلمه الحديث يقول لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام لم يقل لا تسلمه طيب فأنت بتلتف على الحديث لأنه يكشف أخلاق محمد وعنصريته هو يطرق الباب ويفتح له أي حد في الدنيا طرق الباب فتحت لقيت شخص بعرفه يقول أهلا مرحب بيك أنا اللي ببدأ السلام مش هو بره بعد ما يطرق الباب وأنا أفتح يقول لي السلام عليك أنا الاستضافة والترحيب بهذا الشخص من الذي قال لك أن محمد بدأ السلام موجود في الحديث الحديث ليس فيه أن محمد بدأ السلام وسأتي لك بالحديث ما فيه خالص اطلاقا ده تأليف من عندك طبيعي أنه صاحب البيت سيرحب عندما يرى أي شخص سرشاف محمد سلم على محمد ثم ماذا بعد ذلك لابد أنه يشوف الحديث ويعرف هدف الرسول من الحديث مش بس كده ينتهي الأمر نقرأ الحديث نقرأ الحديث بس أنا حتى لو هو محمد هو سلم حسب كلام الدكتور عدنان ما هو ممكن يقوله السلام عليك مثلا ما خلاص ما هو طالما حط الحتة دي طبيعي ممكن يستخدمها يعني أي المشكلة كويس على كل إن هذا استنتاج أو تخمين وكلام الدكتور تخمين بالضبط كده فهذا يعادل هذا لكن الحديث ليس في هذا صحيح نأتي إلى صحيح البخاري في كتاب الجنائز كان غلام يهودي يخدم النبي ده خدام عند الرسول فينك من الجزئية دي يا دكتور عدنان ده خدام عند رسولك يعني مش يهودي راح كده بس بيشوفه ده الخدام بتاعه بعد أن استعبد اليهودي يعني يزلهم وهجرهم وزبحهم بافتراض أنه ده عيلة موجودة ده خدامين عند الرسول فمرض فأتاه النبي يعوده فقعد عند رأسه فقال له فين السلام ده تأليف منك لا يوجد سلام في هذا الحديث والحديث في البخاري إيه هدف الرسول بقى راح يعمل إيه قعد عند رأسه ها وبعدين قال له أسلم شايفه أسلم مش السلام عليك أسلم يعني رايح يدعوه للإسلام ولا في باله سلام ولا مستلام ولا أي شيء لا قال سلام زاره ما معناه زاره معناه هو خبط الباب السلام عليكم لا أنت بتخبط الباب اللي يجوه بقولك أهلا فلان الزيك تفضل فنظر إلى أبيه وهو عنده يعني الغلام ببصل أبو أوافق فقال له أطعب القاسم فأسلم فخرج النبي وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار ثم نأتي إلى تفسير الحديث الدرار الثانية يضرب النبي أروع الأمثلة في الرحمة بخدمه بخدمه وإن كانوا من أهل الكتاب والحرص على هدايتهم إلى الإسلام في الحديث عيادة المريض ولو كافرا عسى أن يكون ذلك سببا في إسلامه مش عيادة المريض رحمة به تعامل بشر طبيعي حتى بين الوسنيين يا بشر يا مسلمين استفيقوا وفيه استخدام الكافر وفيه عرض الإسلام على الصبي ده الدكتور عدن بيخجل بس أنا لازم أجيب فيديو لواحد ما بيخجلش من الإسلام ويقول الإسلام كما هو فما عليش عشان نكفل الجزئية دي نشوف فيديو مع بعض آخر فيديو رقم تمانية لشيخ لا يخجل من إسلامه ويقول الحقيقة كما هي نشوف فيديو رقم تمانية ونرجع وهذا الخبر في قول إذا لقيتم وحن في الطريق لأنه قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وناسب المعنى النهي عن يبدأ بالسلام أنه ربما يلقاه في الطريق يلقاه في الطريق فإذا كان لا يسلم عليه ولا يبدأه بالسلام لا يبدأه بالسلام فإذا لقيه من عزة المسلم وكرامة المسلم ألا يكرمه بشيء آخر لأن هذا ينافي المعنى من جهة النهي عن بدأته بالسلام فلو كان لا يبدأه بالسلام ثم إذا لقيه في الطريق أكرمه بأنفسه له في الطريق لم يكن هذا المعنى مناسبا بل المعنى المناسب لكونك لا تبدأ الكافر والمعنى كل كافر لأن إذا كان اليهود والنصران فغير اليهود والنصران باب أولى أنه لا يبدأ بالسلام فإذا كان لا يبدأ بالسلام كان من المعنى المناسب أنك إذا لقيته فإنك لا تفسى له الطريق ولو فسحت له الطريق وأكرمته كان من المناسب كما أنك أكرمته بذلك فإنك تسلم عليه لكن كما أنه ليس أهلا للسلام بالبداءة به لكفره كذلك ليس أهلا أن تكرمه بمعنى أن توسع له في الطريق وليس فيه إذا هذا ليس فيه إذا إنما المعنى أنه يسلك طريقا آخر ويكون وسطه لأهل الإسلام وهذا واضح من جهة أنهم دخلوا إما بالعهد والذمة أو بالأمان أو بالجزية فلا يمكن أن يكون لهم شيء من العزة ثم أيضا في الحقيقة عزازهم بهذا بالسلام وكذلك بالإكرام بوصل الطريق من أسباب ثباتهم على ما هم عليه من الكفر إذ قد يسويهم الشيطان وأنهم يقولون يعني لو كنا على باطل فإنهم لو كنا يصنعوا بنا هكذا لكن حينما تكسروا كبرياؤهم بين المسلمين حينما يكونون بالذمة أو حينما يأتون إلى بلاد المسلم فتكسروا كبرياؤهم بهذا الشيء فهذا نوع من التعزيل الذي لا أذية فيه من التعزيل الذي لا أذية فيه كما تلقاهم بوجه مكفهر مربدي يعني حينما لا يكون لك ليس هناك مصلحة ولا حاجة في الجلوس معه أو في الحديث معه ليس في أي مصلحة ولا حاجة في هذه الحالة لا تقابله بالبشاش ونحو ذلك والكافر لا يستنكر الكافر لا يستنكر ما بشر يعني هم من سلخوا من البشرية هذا هو تعليم محمد هذا هو التعليم السليم للنص الحديث لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام الشيخ قال عدة حاجات أنا سجلت هنا بداية الشيء الغريب يعني ده اسمه عتاه عتاه عن جهية أدت إلى هذا العتاه كبرياء كبرياء جدا يعني للوقت الشيخ بيقول يعني أنت لو سلمت عليه يفتكر أنه هو صح وكأن أنا المسيحي منتظر أقيم ديني المسلم بيسلم علي ولا لا فلو ما سلمش علي أقول أوه معناه ديني غلط نعم بس لو سلم علي شوف هو بيحترمني يبقى أنا صح ده ده مش عتاه برضو في التفكير ده عتاه بامتياز يعني هذا العتاه نابع من هذه الأحاديث المحمدية العزة أبناء تعطيهم إعزازهم نعم طيب خلينا أقولك كلمة يعني المعروف بين البشر ناس موجودين في مجلس وعداء شخص مين اللي بيسلم اللي بيعدي اللي بيعدي السلام عليكم السلام لكم نعم بيسلم على المجموعة اللي موجودة نعم ده الطبيعي لا في الإسلام ماش كده في الإسلام لو كان اللي معدي ده مسلم نعم والموجودين مسيحيين ما يسلمش هم مفروض كما كان فيه قيام يقوموا من مجالسهم ويحيوا المسلم يحس كده أنه هو لو قيمة نعم بدون سلامهم هو ليس له قيمة صحيح المسيحي المسيحي كان في وقت من الأوقات لا يركب الدب على سرج ممنوع شابه كمان عزة المسلمين يركب بدون سرج على الدب بيقول لو ما عندك مصلحة مع المسيحيين أو مع أهل الكتاب قابلهم بوجه مكفهر ما تبتسم لهم لو ابتسمت لهم ده ليعتقدوا أنهم صح طيب أنتوا هنا بشر يعني هل ده تعليم بتاع بشر ولا ده تعليم خارج إطار البشرية الوسانيين مش كده يعني شوف الوساني البعب يتحجر وشجر مش كده أنتوا بس اللي كده وسط الطريق لأهل الإسلام نعم اشمل يا زمي نعم يمشي على الشناك وسط الطريق ده للعزة للمسلمين كل هذا عتهديني ليس أكثر من ذلك وإله معته سؤالي الأخير لو كل اللي قاله الشيخ ده طبق على المسلم من قبل اليهودي أو المسيحي آه ظلم إحساس وإيمة زائد الظلم نعم ده معقول يكونوا بتاع ربنا دول نعم شكرا أنا بشكرك شكرا لكم مشاهدين المسيح بارك حياتكم صلوا لأجلنا كتير زي ما احنا بنصلي لأجلكم وبنعمة المسيح نشوفكم في حلقة جديدة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة